يعني الامور اللي بتبين اه بنحكي مع اه عنها مو شرط اه يعني انا احكي مسلا اه عن السفر والصحة والشكل لا الامور اللي كتير عم تبين بالورق عم بنحاول نحكي عنها. لانه عم تحكولي انه مسلا احكي عن السفر احكي عن كزا. مهو ازا ما بين السفر في الورق. انا شو بدي اعمل. عم بشوف ورق ايجابي. نوعا ما لبرج الحمل على الاقل يعني افضل من الشهر الماضي. تهيأ لي ونهاية سعيدة لهذا الشهر. ازا اه خليني احكي الطاقات اللي ممكن تمر معاك هاي الشهر في طاقات اه نارية على الاغلب زيك حبيبي. اه في اه في برج السرطان. اكتر شي عم يبين. ابراج مائية ابراج هوائية. فعم بتكون يا برج الحمل هاي الفترة. اه معلق موضوع معين. او متعلق في شخص عم بتراقبه. او هو عم براقبك. دائما لما نحكي عن العاطفة بيكون اه ممكن يكون القراءة عكسية زي ما بنعرف. فعم يكون في شخص عم براقبك او انت عم بتراقبه. او الاثنين ممكن يكونوا مع بعض. ولكن في تعلق اه شديد. اه من عندك ناحيته او من ناحيته لعندك اه عم بيكون في تعلق كتير. عم بيكون في اه مراقبة. اه ولكن ما عم بشوف اه يعني ما عم بشوفك اه تاخد خطوة يا برج الحمل. عم بتكون اه من بعيد لبعيد عم تراقب اه بتخبي حالك يمكن من الطرف التاني. اه او انه بتخبي مشاعرك. اه عندك اه طاقة مثل عم بتخبي امورك بشكل عام. اه عم بتغلف حالك بشوية غموض يمكن عشان تثير غيرت او اه غضب الطرف الاخر. عم بشوف شوية مناكفات شوية اه يعني امور اه خلينا نقول اه شوية زعل عم ينتهي عم اه تفتحه صفحة جديدة. اه ولكن عم بشوفك شوي عندك طاقة اوهام هاي الفترة عم بتكون محبوس فيها افكار عم بتروح وتيجي في في بالك. ما عم تقدر تخلص من هاي الطاقة لمنتصف الشهر تقريبا. اه بتضلك اه ضخم الامور. اه من ضخم الامور يا برج الحمل انتبه او تكبرها ممكن من اقل مشكلة تعمل مشكلة كبيرة. فلا بدنا نكون اه شوي اه رزينين شوي اه نتحمل يعني تحملنا كتير برج الحمل اتحمل كتير. فبالعكس شايفي في عنده بداية جديدة. شايفي ده اكتر على صعيد العمل ممكن تكون اما اه زيادة في في المادة في 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 تغييرات في مكانك انت ممكن يتغير مكانك في الشغل من من قسم لقسم ممكن افضل منه. اه في علوشة نوعا ما بالورق. في عندك عجلة الحظ ماشي هاي الفترة. تستغله يا برج الحمل. يعني هاي الطاقة لازم تطلع منها هاي الطاقة علشان تستغل اه الفرصة هاي اللي عم بقولك عنها. فرصة حلوة كتير ممكن تكون للعاطلين عن العمل ممكن تكون فرصة عمل جديدة. اه فعم بشوف الحظ بالعمل عم بوقف معاك. اه عم بتحاول كنت اليك فترة اول الشهر خلينا نقول. معلق موضوع ولكن شايفتك في بعد منتصف الشهر عم اه انا سحبت هذا الورق لمنتصف الشهر الاول او اول اسبوعين بشكل عام طبعا رح ننزل كمان توقعات. وهذا للنصف الاخر. فشايفك في النصف الثاني عم لأ بتحاول توازن بين الامور بتحاول اه هذا الامر اللي كنت معلقه رح تاخد فيه قرار اه قرار نهائي خلينا نقول اه رح من بعد المراقبة من بعد التخباية الامور الغموض عم بشوفك اه لأ قادر انك تخطو خطوة جديدة اه كنت معلقها اليك فترة ان كان على صعيد العمل اه مشروع بتك تفتحه او كزا اه شايفيتك عم تاخد هاي الخطوة. ولكن احذر في شوية غيوم في امور لازم تدرس الموضوع قبل ما تاخد هاي الخطوة. ممكن يكون على على عمل هذا الموضوع. اه ممكن يكون اصدي على العاطفة. ممكن اه اشوفك عم تاخد اه خطوة او القراءة ممكن تكون عكسية زي ما انتم عارفين. الطرف الاخر ياخد هاي الخطوة. لكن شايفي خطوة جديدة بداية جديدة. اه عم تنتهي بسعادة. عم تنتهي هذا الشهر وانت محق شي معين. اه عم بشوف اه على الاغلب عاطفي. عم وفي عندنا بالعمل شغلات حلوة. فعم بشوف اه في على العاطفة تحقيق توازن بين العمل والعاطفة. شايفي كمان في هذا الكارت ممكن يكون شوية اه اوجاع شوية اه ممكن تمر بازمة صحية اللي هي خفيفة سطحية. ممكن احد اه افراد العائلة يكون عم بيعاني من من موضوعه وعم عم بصير على هذا الموضوع على خير عم تتحسن صحته. اه بشكل عام ازا ورق حلو لبرج الحمل. في اخبار حلوة كتير اه ممكن تسمعها عن الشخص نفسه اللي قلنا عنه. شايفي بشكل عام في مصالحة في اه مصالحة حتى مش بال بالعاطفة كمان بالعمل رح تتحسن الامور. اه في شخص بالعمل كان مدايق كتير ممكن يكون هذا مسؤول او اعلى شوي كان مدايق كان اه زي ما يقولوا اه حاطة تحتاطك يعني او هيك شي فعم بشوف الامور عم بتروء شوي شوي اه وتسير معاك عجلة الحظ وممكن يكون هذا الكارت كار ما رح ترجع لك حقك في العمل اه انسان اللي قلتلك عنه انه كان كتير اه يعني مدايق عليك كان مراقبك اه بالعمل ممكن هذا الشخص انه ياخد جزاؤه هذا الشهر اما يستقيل اما يروح لمكان ثاني اما انه اه ينظلم زي ما ظلمك اه شايفة هون في اخبار حلوة ممكن تكون من الخارج ممكن تكون عم تتراسل مع حبيب من الخارج او عم تتراسل على شغل فشايفة امور طيبة يعني اخبار حلوة ممكن تيجي على شغل من خارج بلدك من الخاء او من خارج البلد المكان اللي انت في عم بشوف في اخبار توصلك لكن ما في اه سفر بهاي الفترة ما في اه يعني انك تضلع ولكن في اوراق في اجراءات في اه امور عم تسمعها من خارج البلد للناس اللي عم يستنوا اه فرصة او عم بيراسلوا عشان اه شغل خارج البلد عم بشوف زي ما قلت لك سعادة اه نهاية هذا الشهر ان شاء الله يعني رح تكون راضين او عن ما في شوية في شوية اه تحديات عم بتمر فيها ولكن بالنهاية عم بتكون اه زي ما قلت لك عجلة تلحص تحتيها ورقة السعادة والآ فممكن تكون كمان على صعيد العاطفة ممكن رجوع لشخص عزيز على قلبك هذا بشكل عام نشوف للعاطفة اللي عم بسألوا عن العاطفة ورح ننزل ان شاء الله توقعات لازا قدرنا لكل اسبوعين احنا اساسا كل اسبوعين عم ننزل آآ توقعات فازا قدرنا نكتر كمان شو حكايتك يا برج الحمل؟ دايما في ناس عم تطلع عليك دايما محسود دايما العين عليك هذا نفس الكرتل يتلعب لشوي بما انه فاتحين على العاطفة فعم بشوفك شوي عم تستنى اول شهر آآ زي ما قلت لك في طاقة اوهام في اخبار عم توصلك غلط في آآ شوف انت حابس بحالك بسجن انت اللي حابس حالك فيه مش مش حدا اللي عامله يعني مش الواقع افضل مما انت عم بتفكر فيه عم بتفكر بالتشاؤمية نوعا ما عم بشوفك آآ ولكن سرعان ما شوي تتغير الامور آآ في عندك اوهام ناحية الشريك ولكن شايف فيه امنية على صعيد العاطفة ممكن تتحقق بالنسبة طبعا للكل للعزاب للمرتبطين للمنفصلين شايف انه الحبيب عم يتطلع لك وكأنك انت امنيته او انت شغل شغلة صعبة يمكن توصلها يمكن انت تعمدت انه تبعد او تبعد عن الشريك آآ حتى لو كنتوا على علاقة او على زواج عم بيكون آآ قبل فترة كان فيه فتور كان فيه طرف ثالث لكن بشوف فيه نهاية طرف ثالث هاي الشهر عم بشوف فيه نهاية طرف ثالث لانه ما عم يبين عنا في بقية الاوراق بس هون عم بيبين انه آآ فيه في شخص عم بيحاول يخرب بناتكم عم بيحاول يوصل اخبار غلط عم بيكون ضد هاي العلاقة انا شايفته ولكن رح تكون كتير حاسم القراءات العاطفية دائما ممكن تكون عكسية لانه عام القراءة انت رح تكون حاسم جدا من ناحية هذا الموضوع رح تاخد قرار خلينا نقول اما ايه اما لا بس انا شايفي انه ايه لانه شايفي فيه اقبال من الطرفين على بعض شايفي فيه امنية عم تتحقق فيه شخص عم ينتظرك ومخبيلك مخبيلك عرض مخبيلك هدية مخبيلك شغلة خبر حلوي يمكن شايفي الحبيب او الشريك عم بيفكر بجدية بموضوعكم او عم بيفكر فعلا بعيله واولاد يمكن عم يجمع فلوس لهذا الموضوع شايفيته مقبل شايفي فيه احتمالية كبيرة يكون فيه رجوع لهذا الشهر للمنفصلين من من برج الحمل شايفي بالنسبة للعزاب فيه معجب عم بتطلع عليهم من بعيد ممكن يكون برجو ناري او هوائي هذا الشخص يمكن قلو فترة وانتو ما عم تعطوه فرصة لكن هو يعني فيه مكانه عم يستنى اما اشارة منك اما يعني هو جخصيته شوي عم بيكون جامد مش حابب انه يعني انه يفتح معاك الموضوع وانت تنكسه هو مش عارف حالتك العاطفية عندك حدا ما عندك حدا عم بيشك بهذا الموضوع اذا كنتوا على زواج شايفي انه واحد من الاولاد رح يفرح لك قلبك او فرح لك قلبك فعلا الشهر الماضي او الشهر هذا شهر هذا خاصة في نهايته في واحد من الاولاد عم يفرح لكم للمتزوجين شافي فرصة حمل لنساء برج الحمل في انتظار من شخص مقابل عم براقب عم بستنى لكن شايف في في اقبال من الطرفين لكن خطوة حقيقية شايفيتها باخر الشهر مش ببداية الشهر او منتصف الشهر اه فالله يشمع المنفصلين خلينا نقول اه نشوف مسج من الحبيب للناس المنفصلين مو شرط منفصلين يعني ممكن يكونوا مطلقين ممكن يكونوا متزوجين وعلى بعد ممكن يكونوا على علاقة وبناتهم فتور يعني منفصل مش يعني منفصل بالا هون عن بيقولك الحبيب انه انه استناني انه في امور بما معناه اذا بدنا نربطه بالقراءة بما معناه انه تنتظره في أمور هو عم بيساويها أو هو عم بيشتغل عليها أو هو مشغول ممكن يكون في العمل في أمور تانية في شغلات تانية شغل باله فهو بيقول لك أنا رح أخلصها وأجري لك بس إنه الانتظار بيقول لك استناني تحذير لشهر أكتوبر لبرج الحمل تحذير لشهر أكتوبر لبرج الحمل ترجمة نانسي قنقر